أستاذ حسين خليني أرجع لحضرتك تاني عن كلامنا عن أدب السيرة الزتية ويميني أعرف من حضرتك حدود التعاون ما بين الكاتب أو الباحث اللي هيكتب السيرة الزتية وأهل صاحب السيرة الزتية أو الشخصية اللي بتكتب عنها السيرة الزتية خاصة لو هو متوفي فحدود التعاون ما بين الكاتب وما بين أسرة صاحب السيرة الزتية بتكون عاملة إزاي؟ الحقيقة الإجابة على هذا السؤال يعني تبدأ من تعقيب بسيط على مدخلة الأستاذ مصطفى أو استكمال لها هو ركز الحقيقة على نوعين أن الشخص يكتب بنفسه سيرته الزاتية أو أن كاتب يتناول السيرة الزاتية لأحد المشهورين يعني الحقيقة فيه نوع ثالث وده مهم جدا برضو الإشارة لي فكرة أن الشخص عنده سيرة يعني فيها كل ملامح النجاح ولكن هو ليس بالضرورة أنه عنده القدرة على الكتابة فبيلجأ لكاتب بيبدأ يحكيله ويسجل معاه وهو يكتب والكاتب بيبدأ يعيد الصياء والحقيقة عندنا كتاب مهم جدا يعني بيوثق لهذه الفكرة لأن فيها ملامح إزاي نضمن أن العمل المنتج ده مكتمل الأركان المخرج الكبير صلاح ابو صيف مذكرات صلاح ابو صيف هو حكاها للأستاذ عادل حمودة والأستاذ عادل حمودة هو الأعاد صياغتها والحقيقة أن ما يفعله الأستاذ عادل حمودة في هذا الكتاب تحديدا بيمثل منهج يجب أن يرعيه كل من يكتب في هذا النوع له هو أنه كان بيسجل مع المخرج الكبير صلاح ابو صيف وبعدين يرجع يكتب ما سجله وبعدين يرجع بما كتبه للأستاذ صلاح ابو صيف يقرأ ويوقع عليه وكان الأستاذ صلاح توفى قبل استكمال الموضوع فهنلاقي الكتاب وقف عند مرحلة معينة كان الأستاذ عادل عنده تسجيلات ولكن الأستاذ صلاح لم يطلع على ما كتبه عادل حمودة فليه لأن الواحد هو بيحكي ممكن يكون بيصهب وفي حاجات معينة لما يرجع يقراها بعد ما حكى يحب أنها لا تنشر فده نوع مهم يعني نرجع بقى لسؤال حضرتك فيما يتعلق بحدود التعاون اه حدود التعاون احنا زي ما قال الأستاذ مصطفى وانا بأكد على ده أن يتناول شخص أو كاتب سيرة أو باحث سيرة أحد المشهورين ليس بالضرورة أنه يرجع للأسرة ولكن احنا ليه بنرجع للأسرة لأن احنا لما بيكون فيه كاتب أو باحث بيتناول السيرة الزاتية لأحد المبدعين أو أحد رموز الفكرة أو الثقافة أو الفن لازم يكون ده قائم على أساس مرجعي يعني لازم اللي هو بيعمله يكون ليه مراجع هو بيستند لها سواء كان تسجيلات تلفزيون أو ما نشر في الصحف في هذا الوقت أو ما دوانه الشخص بنفسه وقد يكون عند الأسرة فإحنا بنرجع للأسرة بنحب أن تكون الأسرة معانا في الموضوع قد تمدينا بحاجات موجودة عندهم وإحنا وجودها يستكمل الكتاب ويدي له قوة طبعاً وتصلح لنا ممكن معلومات غلط وقد يكون فيه صور تدعم الكلام المنشور فالرجوع للأسرة أو تعاون الأسرة في هذا الموضوع بالتأكيد بيدعم أكثر الكتاب ولكن عدم التواصل مع الأسرة ممكن فيه أسر ترفض ممكن فيه أسر ترفض ولكن خلينا أوضح لك أنه هذا لا يمنع أن نستكمل مشروعنا بخصوص الكتاب لأن إحنا مهتمين بفكرة التوصيق ووقتها الكاتب بيبقى يعني مكمل في مشروعه بصرف النظر عن أن الأسرة تعاونت أو مرافق التعاون بذلك طرامة مستند لمراجع وإحنا بقى كدر نشر بيعرض عليها هذا المشروع إحنا بنبدأ نقرأ وأكتر من واحد بيقرأ لأن كل واحد منه هو بيقرأ مشروع معين بيبقى فيه زوايا محدودة هو بيبص وفقاً لرؤيته فلازم آخرين يقروا قد يكتشفوا زوايا أخرى قد يكتشفوا تعارض ما هو مكتوب وما بين ما كان مكتوب من قبل في كتاب آخر أو ذكر من قبل في مناسبة أخرى فنبدأ أن أتحقق أكثر لحد ما بنوصل في النهاية إما أن إحنا بننشر أو لا ننشر أو أن إحنا ننشر ولكن وفقاً لتعديلات معينة بنطلبها من الكاتب ففيما يتعلق بأن يتناول الكاتب أو باحث السيرة الذاتية لأحد الفنانين أو الكتاب أو المفكرين ليس بالضرورة أن نتواصل مع الأسرة ولكن التواصل معها لا شك أنه يدعم الكتاب يعني السؤال دي خليني أتطرق مع حضرتك ليمكن أزمة حصلت الفترة اللي فاتت وتشهرت جداً وهي فكرة كتاب أحمد زاكي راحل طبعاً أحمد زاكي أحمد زاكي 86 واعتراض مونة زاكي اللي هي أخت الراحل الفنان أحمد زاكي على ما نشر في الكتاب وقيل أنه الكتاب فيه معلومات مغلوطة رد حضرتك على مشكلة زي كده أو على فاكرة زي كده بيكون إيه؟ هو الحقيقة إحنا فجئنا بهذا الأمر خلال الأيام القليلة اللي فاتت ليه فجئنا؟ لأن الكتاب الحقيقة صدر بقاله سنة ونص وحالياً موجود منه في الأسواق لطبع الثانية ولأنه بيتحدث عن أحمد زاكي فهو تم الاحتفاء بيه على كافة المستويات يعني الأوساط الفنية احتفت الأوساط الثقافية احتفت الأوساط الصحفية احتفت القراء نفسهم طبعاً وإحنا كمان في يحكى أن أبينا الأستاذ محمد تقفير وتكلمنا عن أحمد زاكي 86 وعن الكتاب وتكلمنا عنه يعني ففجئنا أنه بعد سنة ونص طب إحنا كنا فين السنة ونص اللي فاتت وإيه اللي جد في السنة ونص؟ وإيه اللي جد في السنة ونص؟ أما فيما يتعلق بما يذكر في الكتاب الكتاب أولاً لازم برضو نتوقف عند اسمه وأحمد زاكي 86 والأستاذ محمد توفيق في المقدمة كان حريص جداً أنه يبين لماذا أحمد زاكي؟ ولماذا 86؟ صحيح ونحن نتحدث عن كتاب أكثر من 300 صفحة طب على المستوى الشخصي كان يمكن لأول مرة أحمد زاكي يدخل المستشفى لمدة 40 يوم في هذا العام وأي حد مننا بيتعرض لحالة مرض هو بيبدأ يستعيد ذكرياته وحياته وبيقف مع نفسه وقف عشان شوف حيات العامين الأزمة دي زي فكانت سنة مهمة وعشان كده كتب محمد توفيق اختار سنة 86 تحديداً وطبعاً الفنان أحمد زاكي يعني فنان كبير جداً ويتكتب عنه مليون كتاب يعني مش هيتكتب عنه كتاب واحد وأكيد في حياته مراحل كتيرة جداً مهمة